تشنى غبطة البطريارك فير باتيسة بات سبالة بطريارك القدس للاتين القاع الرعوية الجديدة في دير السريان الكاثوليك في القدس وقد جاء هذا الاحتفال بدعوة من سيادة المطران ماري عقوب أفرام سمعان النائب البطرياركي للسريان الكاثوليك في المدينة المقدسة بمشاركة عدد من الأساقفة والكهنة وأبناء الرعية السريانية وقد عبر المطران ماري عقوب عن سعادته بحضور البطريارك بات سبالة وفرحت الجميع بانتهاء هذا المشروع الرعوي وخلال الاحتفال تليت على مسامع الجميع الرسالة التي وجهها بهذه المناسبة غبطة البطريارك مار أغناطيس يوسف الثالث بطريارك السريان الأنطاكي وقبل تدشين القاعة عبر غبطة البطريارك بات سبالة عن سعادته وتشجيعه لكافة الأعمال الخيرية التي تهدف إلى خدمة المسيحيين في الأرض المقدسة مشددا في كلمته أن القدسة ستبقى لجميع أتباع الديانات السماوية وستبقى كذلك أرضا مقدسة للمسيحيين لأنها أرض السيد المسيح وعلينا أن نتمسك بها ونتجذر فيها